السلام عليكم و مرحبا بكم في قناتي و قناتكم و صفات اسماء كانت منكم تكونوا في احسن الاحوال بدون زبدة ولا بيض ولا ياغورت اسهل دوازعتاي او اللحلوة العيد كتجي رائعة شكلا و مضاقا و بسيطة التحضير ان شاء الله تنال اعجب لكم و ندوز مباشرة المقادر مع طريقة التحضير نأخذ هنا قبصة ديال الملح نضيف لها كاس ديال سكر غلاسي هنا اللي درت انا ممكن تضيفو سكر ثاني دعوة سكر غلاسي ندير كدالك كاس ديال الزيت والعبار هنا بالكاس زيل العنبة يعني اي قياس درتوه ديال السكر غديرو نفسه ديال الزيت سوى بالكاس زيل العنبة او لأي كاس نتوفر عندكم كدالك هنديل هنا سكر فاني ممكن تعوضوا بالقشور ديال الحامض او الليمون ليكم الاختيار نضيف صاشية و نصف خميرة الحلوة أو الوصف نضيف الصاشية و نضيف صاشية نضيف المقوينات مزيان المجمز نحن نضيف مزيد لكن هناك الكويرات ومن بعد سأخذ دقيق ونضيفه تدريجيا ومن بعد سأخذ دقيق المكونات 300 جرام دقيق الأبيض ولكن لا تقيدوا نهائيا بالكمية ستبقوا تدريجيا حتى تشعر بالعجين لا يكون خفيفا لكي تشتت لنا في الفران وكذلك لا يكون قاصح لكي تدريجيا ستبقوا تدريجيا ولكن ستبقوا تدريجيا على حساب النوعية التي تخدموا بها لكي تشرب السوائل وكي لا تشربهم وكذلك على حساب الجودة وعلى حساب كل منطقة كل مدينة كل دولة والنوعية للدقيق التي تخدموا بها أهم حاجة أنك تخدميها مزيان يعني كيف مما كتشوفي أنا كنخدمها باش كان الدقيق يدخل مزيان في الزيت وفي نفس الوقت كان نسيها واش الدقيق تشرب ليدك السوائل يعني من بعد إلا خصتني شي ملعقة ديال الدقيق أو لجوج را كنضيفهم كيف مما تشوفوا دابا يعني هنا را تجمع تهوبان تليب اللي بقى خفيفة وزيت غير شوية ما هي هالطريقة أحسن من أنك تضيف الدقيق بزاف وفي الآخر ما تلقيش كيفاش غديري لي هنا غنضيف الفيرميسال ألوان اللي ما عندوش الفيرميسال الألوان ممكن يستعمل لغير الأسود وهنا غادي نبدأ ناخد الكويرات وما غنعبر متى شي حاجة غنضير غير عيني ميزاني وغنحاول أنني نجيب القياس هو هاداك وغادي ناخد صفحة ديال الفرنس ودهنوها في الزيت أو لا يعني تديرو لورق الزبدة نبدأ نشكل الكويرات ونحطهم وهذا الشي اللي غا تشوفوه نفس صفحة هادي هي الكيمية بالضبط اللي خرجات ليها بدون زيادة أو لا نقصان يعني كيف ما عطيتكم المكونات هما هادو الحبات اللي خرجوا ليها هندخل هالفران يكون سخون مزيان شعلت عليها من الفوق حتى بنت لي بدت كتشقق وعاد طلعتها طابة من التحت ومني تشققات وبنت لي تحمرت من التحت عاود شعلت عليها من الفوق باش تكمل الطياب ديالي ما تحمروهاش بزافة لبنات حينت هاد الغريبة ضغيقة تجي طايبة ما تغيروش لي هاللون بزاف خلي وغير تذهب وهذا هو الشكل ديالها كجيزوينة غا نوريكم دائما المستقية الوصفة غا نوريكم شكل ديالها من الداخل كيفاش جات هذا هو الشكل ديالها كجي رائعة وما زال بقى سخونة وهي قدمها رطابة قدمها يعني باتت غادي تزيد زيان حسن هذا هو الشكل ديالها كنت منها تنال إعجاب ديالكم جربوها مكوينة بسيطة بدون زبدة ولا بيض تحصل علي هاد الكمية اكيد غا نتنال إعجاب ديالكم بارتجيوها مع الأحباب والأصدقاء باش تعمل فائدة متبخلوش عليا بالليكة ديالكم بتعليق محفزة والناس لأول مرة كتشوف هاد الفيديو كنقول لكم مرحبا والف مرحبا اشتركوا في القناة وفعلوا الزر ديال الجرس باش توصلوا بالجديد ديال وصفات ومن هنا كنقول لكم إلى فيديو قادم وإلى وصفة قادمة بإذن الله شكرا 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 شكرا